ولكن تعالوا بقى نسمع اول سؤال من استاذة داليا من الجيزة استاذة داليا السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وراح طلب بركاته سؤالي انا عندي بنت عندها 15 سنة ويعني هي مش عايزة تتحجدها للأسس يعني مش مقتنع للحجاب حاليا وبحاول ان انا على قد ما اقدر انا وباباها هي بنتي الوحيدة يعني ان احنا نقنعها بالحجاب وبنحببها فيه جدا على قد من اقدر هي شايفة نفسها انها ليست صغيرة ومش عايزة تتحجب حاليا وبتقول لي سيبيني اتحجب عن اقتناع مش عايزة اقلبسه اكبار فهل بقى كده في وزر علي انا وباباها مع ان ربنا انعم علي بالحج وبالعمرة وكانت معايا في مناسف الاتنين في مناسك العمرة عملت العمرة وعملت مناسك الحج بس برضو سبحانك يا رب لسه قابلياتها للحجاب مش قادرة يبقى عندها اقتناع بي وانا مش عارفة اجاهد معها اعمل ايه يا رب تفيدني بيه يا فضلك الشيخ حاضر استاذة داليا بصوا استاذة داليا لازم نفرق ما بين الحكم وكيف نحيا بهذا الحكم بلا شك ان الحجاب فريضة مفعدتش ابدا قالي ان الحجاب مش فريضة خالص 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 كل العلماء العلماء مجمعون على ان الحجاب فريضة والحجاب فريضة يعني ستر العورة المدخل اللي احنا عايزين نتكلم فيه مع بنتنا مهم جدا جدا المدخل اللي عندنا المشهور اوي هو مدخل الفتنة والمدخل المشهور جدا 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 مدخل اللي احنا عايزين نغطي البتاعة من الدبان مدخل مشهور بيستخدمه كتير من الناس وهو مش ده المدخل الصحيح فيما يتعلق بالحجاب انا اضربلكم مثال العرب لما كانوا حتى دوت في بعض المسلسلات وفي بعض الافلام بيبقوا فاهمين ده ان الانسان كل مكان عنده مكانة كانوا يضولوا السياب لغاية ما جاء الاسلام قال محتاجين لهذا المظهر المظهر ده فيه صرف وفيه طرف فبلاش نعمل كده فبلاش تطولوا سيابكم لكن المفهوم العربي اللي متكرس ان الانسان كل ما بيبقى فيه تطويل للسياب كل ما بيبقى عنده كرامة اكتر واحنا حتى الان اذا حبينا نهين انسان بنخعري ففكرة ان ليه المرأة بتلبس هذا السياب وليه بتلبس السياب مختلف عن سياب الرجل لان المرأة الله سبحانه وتعالى اراد ان يخرجها من ما زلت ان يتلاعب بها البشر الى ان يبقى عندها رمز للكرامة فالحجاب رمز لمزيد الكرامة يعني المرأة عندنا في منطقة كرامة اكبر ليه ليه عايزين تحط المرأة بالحجاب في منطقة كرامة اكبر لتلات اسباب المرأة ببساطة خالص هي البنت اللي بتكون سبب لدخول ابوها الجنة هي كمان الاخت اللي هي بتساند اخوها وتكون كمان رحم وهي كمان الام قبل ده كله اللي بتربيه وبتساعده وكمان بتخليه رجل وعشان كده المرأة لازم تكون عندنا في محل كرامة عظيم طب ايه اول ما يحصل نشوفه نحس ان المرأة في هذا المحل من الكرام دائما الثياب بتستخدم في كل الحضارات على ان هي رمز طول الوقت بتستخدم على ان الثياب دي والثياب دي احد قراءة الحضارة فلما اقرأ الحضارة الاسلامية كده هي الحضارة الاسلامية ايه علاقتها بالمرأة انها تزيد وتبالغ وتعظم المرأة ليه يا سيدي قالك لان هي لبستها الثياب كده وعشان كده حتى في الاديان الاخرى لما حبوا يبينوا كرامة بعض الرموز زي السيدة مريم خلوها لابسة هذا الثياب ايه اللي حصل يبقى كل ما الانسان لبسة ثيابا تظهر مكانته واحترامه وتقديره كل ما كان ده دليل على الكرام المدخل ده لازم يشيع خلينا اقول لكم انت طبعا امرأة عارفة ان البنات لما بنيهم طريقة في التفكير كده ايه الطريقة في التفكير ان انت تلبسي الحجاب عشان ما تبقيش فتنة فتيجي في دماغها آيب انا كده حلوة وعندي حاجات طب وانا خبيها ليه آه يعني انا وبقول كده انا بساعد الشيطان على ده لكن مدخل ان هي كريمة معززة في اعلى درجات العزة والكرام احنا مش خايفين منها احنا عايزينها تتحط في مكانتها امرنا ان ننزل الناس منازلهم فمن انزال الناس منازلهم ان احنا ننزل المرأة في منزلتها العظيمة لما لها من مكانها في المجتمع فنعبر عن ده ازاي بان احنا نخلي ثيابها على هذا النحو الثياب اللي بيخليها دايما يشعر الناس ان احنا جل جزء من اجزائها عزيزة علينا عزيزة علينا يعني كريم فهي كريمة فقط احنا عايزين نفهمها انها كريمة ولا نريد انها ان نفهمها انها مخيفة انها مسيرة انها فاتنة لنعيج الناس يقول لنا ايه تموها الناس دلوقتي كلهم مش بعاجبت فين بقى الاثارة وفين ما عرفش ايه ويجي ازك اخوات وقلت لك ما الاثارة قالت لان الناس بقى يا سيدي بلاش الكلام الملعب والملغبط ده احنا بنتكلم عن الشرع الشريف مش بنتكلم عن افكارنا وعن اهواء فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مدخل مناسب بتقول لي اعمل ايه ادي قلت لك اول درجة اول حاجة ان نقول لها المدخل ده تاني حاجة وده شيء مهم جدا 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 ان احنا اصعيح ان احنا عايزينها تفعل تفعل الطاعة ولا شك ان حجاب المرأة طاعة طاعة وامتسال لامر الله سبحانه وتعالى فايه اللي حاصل ولكن سندل على الله بالتي هي احسن اللتي هي احسن يعني ايه اكتر حاجة ممكن نعملها التخول بالنصيح امت التخول بالنصيح اذا جات سألتني ان نتكلم معه نحاول بقدر الامكان لكن الضغط عليها الضغط عليها وخاصة في السن اللي هي فيه ده لن يزيدها الا نفورا ولا نزيدها الا بتعادة لعلي اكون قلت لحضرك مجموعة من الحاجات الاصول التربوية اللي احنا ممكن نعملها مع بنتنا الغلي